يعمل علي بوزادة المنحدر من ولاية البوليدة والمستقر خاليا بمدينة العلمة باستطيفة يعمل في تصليح الأجهزة الكهرومنزلية التي تظل تورق المواطنين الذين يصرفون أموال طائلة في كسب رهان صعب في مدة صلاحيتها التقليل فارس شايب تعلق قلب هذا الشاب الذي ينحدر من مدينة البوليدة بمهنة إصلاح الأجهزة الكهرومنزلية بعدما اتخذ من مدينة العلمة ولاية تصطيف ملاذا له من اليوتمي الذي لم يرحمه منه أحد في ذلك الزمن إلا هذه المهنة التي كانت بمثابة الأم والأبي فستطاع أن يؤسس لنفسه مكانة في بيته في عمله وفي قلب كل العلميين تعلمت عند الناس ديت الحرفة على الناس كما نذكرني هكذا ديتها من عند إنسان كما نذكرهم يتعلمون عندي الناس وحدة أخرين تعلمتهم حب المهنة حبيت المهنة هذه واليوم الحمد لله صيف يا روحي نخدم لباس الحمد لله الإقبال كبير على هذه الورشة المتواضعة في إصلاح الأجهزة الكهرومنزلية سببه دهاء هذا الرجل في إعادة إحيائها وتعاطفه مع شباب المدينة وإنقاذهم من فكي البطالة والإنحرافي الجهاز حبيت سرعا نزيده في العمر التعب بفضل هذا العرفي وإنما نحن نحب نوصل إنشغالات الحرفيين للسلطات في المشاكل تاعهم في التيفية اللي زيدة شوية في لزامبو جميعها مكاريين هنا بصورة كبار عزم وإرادة وتحدي صيفات اجتمعت في هذا الرجل الذي اكتوى بنار اليتمي فهل يلتفت أصحاب القرار إلى هذه الطاقات وتمكنهم من محلات تعزز تواجدهم في الميدان اشتركوا في القناة